التشاكن برجر بقى عبارة عن ايه انا بجيب نص ونص او ربع وربع زي ما انت عايزة ربع من ايه وربع من ايه ولا نص من ايه ونص من ايه نص صدور مخلية نص وراك مخلية طب ليه مش صدور بس بتطلع اسيا ماشي ليه مش وراك بس لا متطلعش احسن حاجة انا عايزة المكس ده صدور على وراك ده بيطري ده وده بياخد من دهون ده ماشي وبعدين مفرومين كده مع بعض عندي بقى فلفل ابيض اده ما عنديش صدقيني ولا انا بحط فلفل اسود عايدي بصل بودرة توم بودرة ودقيق توست ناشف او بقسمات ناعم ممكن نبدل الديق بالناشا على فكرة وبابريكا وجنزبيل بودرة وزاتر جاف الزاتر جاف ده انا بحطه في التدبيلة في الاخر ويه عايزة بقى تغطية عبارة عن ايه زقيق ومية ولبن ويه بانكو او بقسمات او فيجتار زي ما انت عايزة طب البانكو ده البانكو ده عبارة عن هو ده عارفك كده تحس ان هو توست نشف بس من غير ما يتحمص اهو شلنا الاطراف الخارجية ممكن تعملين البانكو ده على فكرة بيتبع في اماكن كتير وكمية كبيرة قوي بفلوس قليلة هو ده البانكو اهو ده اللي زي بتاع برا بالضبط طيب مفيش بها تجيبي بقسمات مفيش فيجتار وفيجتار كمان مش حار خلاص موضوع بسيط وكل مقادير هتلاقيها متاحة احنا زي ما بنجيب مثلا صدور وراك هنجيب ربع وربع هيديك كمية حلوة برضو نص ونص خلي بالك اتسألت على الناجتز هي هي نفس طريقة الناجتز يعني انا ممكن اعمل كبيرة فتبقى بيرجر ممكن اعملها صغيرة فتبقى الناجتز اصلا طيب ده البيرجر يا جماعة زي ما بقولوكو بالضبط وهيطلع نفس القطمة ونفس الطاق كل حاجة ونكمله بقى طبقات الصندوش طيب اول حاجة هعمل ايه ان انا هعمل الخليط ده كله على بعضه فيه بولا واحط البهارات بتاعتي والكلام ده كله يلا في الكبه طبعا ممكن اجيب اهم حاجة اهم حاجة لو انت اللي هتخلي مثلا الوراكل عندك ما تحطش فيها عروق ليه مهم جدا علشان ما تحسش كده وينسي بتاكلي ان الحاجة فيها حاجة كده شدت معيك فاهميني فبلاش عروق خلص بلاش طبعا ارقيش لازم اتأكد ان انا ايه فرماها ناعم زي كده اهو هعمل ايه بقى هحط يقام نشا يقام دقيق اتفقنا هحط بقسمات وممكن على فكرة زي ما قلتلكم اروح اعمل ايه اروح جايبة بطاطسايا مسلوقة وحطها بردة بطاطسايا مسلوقة بردة وحط طم بودرة وحط الفلفل الابيض طب ليه فلفل الابيض مش فلفل اسود زي ما احنا متعودين بس علشان هو هتبقى كلها فتحة خلوا بالكم طبعا عشان بس يبقاش فيها حاجة غمقة لكن صدقوني انا ما بعمله في البيت عادي جدا بحط فلفل ايه اسود لاني انا مش من هوات الفلفل الابيض قوي وبعدين نحط ملح ونقلب كل ده اهو لحد ما اخد عجينة متماسكة بصوا هو ده العرق اللي انا بقول عليه لقيته هشيله شايفه اهو هتشيليه هو ده العرق اللي انا بتكلم فيه هشيله خلص مش محتاجيه وانا كده بعجن لو لقيت هشيله تاني ليه علشان اخد افضل نتيجه ومحدش يقولي ده فيه حاجات بتشد مش عارف ايه اهو الحاجات دي بطلحها تماما عندي هنا من الخليط بصي بقى الاكلة دي كلها بتامن ساندوتش من برا بيه الحاجة السقعة بتاعته ببكة البطاطس بتاعه ها اللي هو ايه بنقول عليه كومبو بالزبط بالزبط بثامن ساندوتش بثامن ميل واجبة كاملة الاكلة دي كلها هنش بس ايه انا بشيله اي حاجة تقبله عشان هي بتبقى مش باينة في ال ايه حتة الفرخة او حتة النسيرة وهي قدامنا بس كده شكرا خلطت كل حاجة دخلت البهارات الريحة بقى حلوة جدا الريحة عندي دلوقتي خطيرة ريحة البهارات والتوابل حلوة قوي طيب هعمل ايه عندي هنا ايه بقى؟ الدقيق والبقسمات عندي دقيق وشوية مية ولبن هعمل فيهم ايه هعملهم عاجينة ايه دقيق واحط عليه شوية ايه لبن هجهز بس كله كده وشوية مية كمان علي اهو انا عايزة الخليط ده ما يكونش تقيل وما يكونش خفيف يعني القوام بتاعه يكون عارفين كده سايل قليلا سايل ايه قليلا اهو كده بس مثال اول درج نوع ما يعلمش عندي فيه البرجراية لأ يكون متناصق كده واقلب 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 حط بقى رشة زعتر اهو من غير بيد من غير بيد انا بس حطيت لبن ويدقيق ومي اهو واجيب كمان البنكو ده كده واعمل التالي بصي بقى هجيب كيس طلاجة اهو واروح عمليه كده اهو واروح حط فيه كوره اهو كده تمام اهو نجيب بقى الكيس من الناحية التانية ونروح ايه مساويين به كده بقى عندي برجراية جاهزة اهو هطلحها بقى بمنتهى السهولة ازاي كده بصوا دي تخينة لكن انت ممكن ترققيها عادي جدا هي طبعا متبقاش بالتخنة ده كمان اساسا برا احنا ممكن نرققها اهي دي تخينة جدا تعالوا نرققها في المرة جاي طيب هحطها فين هحطها هنا كده علشان اخدها كلها مرة واحدة ونروح منزلاها في الخليط اللي هو زقيق بمية بلبن حطناه فيه حتة مش حتة شوية زعتر وبعد كده ننزله فيه خليط البنكو بصوا هعمل كده هصغرها بقى لان ايه انا حساها تخينة جدا اهو افردها حتى لما تبقى تخينة قوي بحس ان هي يعني ممكن متستويش كويس فانا بحبها رفياها اخو تمام اهي اسويها بس كده اهي بصوا زي احلى صح حتى سنكها احلى وبعدين اروح الطاهل تعالوا بقى نعمل زيتيني عشان زيبسة روحة خينة جدا ومش عجبيني تخنع اهو اهو اهم حاجة الكيس الاول في البصمة بتاعت او القلب بتاع البرجر اهم حاجة الكيس ده بقى كيس طلاجة عادي جدا بيسهل علي على طول اهو ان انا اعمل كده واساوي الموضوع اهو كده والتنم اروح واخدها اهو بصوا عاملة ازاي البصمة كمان بتاعت البرجر اهو انا بتاعت لي ايه ده كده حلو قوي طيب تعالوا بقى نقلي شوية علشان نطلع فاصل ونقلي حبة مع بعض الاول يعني ننزل في الزيت وبعدين نقلي حبة ونرجع نشوف هنعمل ايه اهي عندي كده اروح منزليها في الخليط زي ما قلتلكم انا عايزا يعمل ايه يكون عندي على الفراخ معلم عليها على البرجرايا معلم عليها وبعدين اروح منزليها في خليط البانكو اهو واروح واخده كده واروح منزلها بقى في زيت سخت او حطاه فيه ايوه ساج ورشا زيت ومدخله الفرن برضو هيكون خطير بس كده واروح حطاه في الزيت تعالوا نعمل واحد تاني انزل الاول في الخليط ده بعدين ااخد كده واروح كده وانزل عندي هنا في الزيت الريحة خطيرة تعالوا بقى اعمل حبة ونرجع نشوف هنقدم ازاي ونقدم جنبي صندوشات ايه بعد الفاصل استنونا موسيقى 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 بصوا بقى انا بقى لي حبة في الزيت وحبة تانيين حطيتهم في صوج ويدا عندهم دهنتهم بشوية زيت برضو يا سلام لو زيت زيتون هيخليها البرجراية كده مقرمشة ومحرمشة ولونها خطير زيت الزيتون يا جماعة خطير لو عايزين ندي حاجة لون حلو قوي اهو ماشي بدل ما نقلي يعني ايه طريقة مختلفة بدل ما ليه في زيت عميق لأ هرشوا شوية زيت ودخله ايه الفرن طيب عندي ده كمان اهو اللي انا شكلته ويسيبه هامل في ايه هشوي اهو فبقى راضيت جميع الاسواق هشوي عايز اقولكو ويطلع مستوي هفتحه لكو وخطير بصوا هتلاقوني مش مقتره الزيت واخذين بالكو بقلبه على الجنبين ولا دخلت فريزر ولا طلعت من فريزر ولا اي حاجة بصوا مستمسك ازاي عندي وهيبقى مستوي ورحته اساسا طحفة طحفة طيب تعالوا هندخل على اه هدخل ده الاول الفرن لشان يطلع معي وتعالوا ندخل بقى وهشوي ده كمان يلا اهو من غير لا زيت اه سوري من غير لا دقيق ولا اي حاجة فاضل دي واحد طيب تعالوا نطلع ده كمان وندخل على الوصفة اللي بعدها لون خطير وكمان سوا راح مصفيها كويس جدا بصوا عاملة ازاي سرعين الاسود اهو خطيرة لونها طحفة ما اخدتش معي وقت خالص انا بس كل اللي عملته ان انا كنت ايه كنت فرمة بس الفراخ وعايز اقولوكو دي بعملها عند الراجل لو انا مثلا ما عنديش كبة ممكن اقوله افرم لي ربع على ربع نص على نص ومش اقولك حاجة ده لو عند المفرمة لو ما عندوش في الكبة بتاعتك حبة بحبة هيخلص الموضوع و اديك شايف انا لو حط فيها بصل مثلا هيبان لا ده كله كله انا حطاء بودر فالموضوع هتلاقيه سهل جدا اسمعوا اسمعوا الارمشة بصوا اللون طحفة ورحتوا رحتوا وش كده وش احنا هنأكل برجر زي بتاع برا تعالوا بقى نقبل برجراية بتاعتنا دي اهي تمام كده فضل لها قلبية واحدة ويبقى كده زي الفل تعالوا زي ما قلتلكو بقى نعمل صندوشات بتاعتنا وبعدين الصوس بتاعنا نعمله يلا الصوس دي عبارة عن ايه عبارة عن مايونيز مستردة عسل ومحلقة خل بس كده تعالوا بقى نشوف صندوشات بتاعتنا بتتكلم وبتقول ايه يلا عندي هنا الكابوتش بحبه متقطع عندي هنا المايونيز ده اساسي كده ورئيسي اول حاجة وبس تعالوا برضه شوف اللي في الفرن هنا اهو بياخد لون بصوا انا حطالوا الاول زيت في الصج خلوا بالكم وبعدين حطيته وبعدين حطيتها لزيت علشان يتحمر زي بتاع اكايني وحمراء بس انا مش قالية قالية عميك فاهميني بس مش مقللة لزيت تدرك ان هو يعني يتحرق معي او ما يبقاش طعمه حلوي لا انا مقللة بس ايه او مغيره فكرة ان احنا نقلي قالية عميك انا راح اجيب ايه عندي هنا الحاجات دي وديله تقليبة وهطلع ده كده خلاص استوا معي ودي دي تقليبة وهنزل ده اخر حاجة يتشوي بس كده شكرا وتعالوا نقلب ده بصوا مسكة اتنين كده مع بعض علشان موضوع يبقى اسهل وهو برضو بس تمام ودخله وخليه كان بصوا ولا حاجة فكت معي لا 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 النتيجة اضمنها لكم بقلبي طيب صندوشاتنا بقى الحلوة تحدم البطاطس تطلع معينا هروح اجيب ايه البلانشة علشان اقطع الكابوتي عشان انا بحبه زي بقولكو نفس حتى التقطيع ان هو يكون كده مفروم اهو عايز اقولك انا بعمل ايه خلاص عملت البرجر سويته وقطع الكابوتي وطلع كل حاجة على السفرة وايه بقى كل واحد يحط الصندوش يحط فيه اللي هو عايزه ودي اسهل حاجة والز حاجة اهو اول حاجة طبقه المايونيز مهم وعليها الكابوتي ماشي وايه دي البرجرايا شكرا كده شكرا اهي مش هي دي اللي بنوحنا كلها ونروح عليها كده بس كده اهو تمام تمام عايزة بقى تحطي خيار هتحطي في اللي بعده يلا نجيب ايه دي عندنا هنا المايونيز نحط حبه حلوين وكمان ممكن نحطه مسترده لو عايزين واهم حاجة الكابوتي ده اللي يخلي الصندوش غني جدا ويه ادي برجرايا خطيرة ولونها اخطر كمان وطعمها وهفتح لكم صندوش دلوقتي عشان تشوفوا وطبعا ممكن نحط بقى نتوصى بنفسنا نعمل ايه جبنة لو عايزين لو بتحبوها اهي فتح تح نحاول ما تتقطعش معي بس كده وعايزة بقى فلفل هاليبينو ممكن نحط مش كتير عايزة خيار اوكي ممكن نحط ويه نقفل الصندوش بتاعنا كده اهو الكاتشب ده بقى بيبقى جانبي عايزين اوكي مش عايزين براحتكو بس اساسي بيبقى مايونيز كابوتشي ويه الجبن زي ما احنا عايزين او مش عايزين في صندوشات كده في صندوشات كده وبعد كده نروح حاطين فلفل هاليبينو بقى حاضر نحط بقى هنا تعالوا ايدي اهو ايدي رشة الكاتشب ورشة المسترد الله الله بس كده الله رحتو هم يا جمال خطيرة طيب